مرتين قال لي جملة عمري ما هقدر أنساها لما اختلفنا مع بعض في النقاش مرة قال لي لا يا ماما أنا واخد كلية وعندي شاقتي ملكي وبشتغل مفيش حاجة تعيبني وألف وحدة تتمنيني فما تفكريش أنك هتأثري فيه مع أن كذا حد في شرعنا كان عايز يتقدملي والكلام وصله قبل كده يعني مش إنسان قليلة ولا أنا ولا أهلي لكن مش عارفة ليه كان بيتكبر علي بالشكل ده وأنا وأنا من النوع اللي كنت بطلب منه حاجة ولا بحب أتقل عليه لما كان بيسألني لو عايز حاجة كنت أقوله خلص شاقتك الأول عشان ما تتأخرش لما وصلنا لتالت سنة خطوبة قاعد يقول لي أنا ما خلصتش حاجة والمفروض خلاص نقعد نحدد الفرح ونتفق طب أقول لأبوكي إيه قلت له ربنا يسر الأمور والواحد لما بيبقى نوي خير ربنا بيفرجها من عنده واللي مش عارف تعمله دلوقتي عادي نكمله مع بعض بعدين وإحنا ممكن نقجر شقة ونقعد فيها لحد ما تكمل شقةك وننقل فيها أما تخانق معي وما جاليش في العيدين ولا سأل علي ترجمة نانسي قنقر